في حديثة قد تؤجج التوتر السياسي في القابون قتل رجل ثلاثيني خلال تظاهرة محظورة للمعارضة للمطالبة برحيل الرئيس علي بونجو أون ديمبا شهدت صدامات مع الشرطة وقد أعلن الطبيب الشرعي أن الطالب قتل جراء صبته بجرح في العنق سببه على الأرجح أداة قاطعة أرسلوا لنا جنودا مع الشرطيين لتفريق الناس بالغاز المسيّل للدموع لقد أطلقوا النار على الناس كما أنهم أطلقوا النار على القادة وهذا أمر غير طبيعي عندما يكون القادة في طالعة التظاهرة عادة ما يسمح لهم بالمرور بين الجموع وقبل التظاهرة دعت الأمم المتحدة الحكومة والمعارضة إلى الحوار لتفادي تعميق الأزمة إلا أن صدامات اندلعت في العاصمة حيث أوقفت الشرطة نحو عشرين شخصا كما أطلقت قوات الأمن الغاز المسيّل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين تدفقوا بالمئات من الشوارع المؤدية يا دوار ريو ونشرت قوة كبيرة من الشرطة وشاحنات وقام عشرات الشرطيين بسد منافذ الدوار فيما كانت مروحية تحلق باستمرار فوق موقع التظاهرة وقد هتفت الحشود علي إرحى الخمسون عاما هي كثيرة جدا وتولى علي بونغو السلطة في العام 2009 بعد وفاة والده الذي حكم منذ العام 1967 ترجمة نانسي قنقر شكرا